نشرت الجريدة الرسمية قرار جمهوري جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن عادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة أربع سنوات اعتبارا من 14-7-2024 برئاسة جمال عود محمود محمد ويعامل لرئيس مجلس الإدارة ماليا المعاملة المقررة لمنصب الوزير ويعامل نوابه ماليا المعاملة المقررة لمنصب نائب الوزير ويتم صرف بدل حضور جلسات وانتقالات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة بواقع 5000 جنيه في الجلسة الواحدة بحد أقصى 12 جلسة سنويا